مرحبا شباب قامت أبل بتنزيل iOS 15.2 Beta 3 هذا التحديد نازل الآن للتجربة للمطورين وأيضا للعامة لمن يريد الحصول عليه يمكنه تحميله من موقع أبل سأشركون لكم الطريقة في آخر هذا الفيديو التحديد على جهازي هنا أتى بـ 830 ميجا بايتس الحجم ممكن يختلف من جهاز لآخر وأيضا من التحديد الذي أنت قادم منه بالموازات مع هذا التحديد أبل أيضا قامت بتنزيل iPadOS 15.2 Beta 3 WatchOS 8.3 Beta 3 TVOS 15.2 Beta 3 وMacOS 12.1 Beta 3 لكن طبعا ما سنهتم به في هذا الفيديو هو الآيفون وأيضا الآيفاد في أحد المميزات الجديدة دعونا نذهب مباشرة إلى الإعدادات ثم نذهب على عام ثم نذهب على About أو حول ونضغط على رقم التحديد لنلاحظ على أن رقم البناء الخاص بهذه النسخة هو 19C 50 44 B حرف B في الأخير يعني أننا اقتربنا من النسخة التجريبية الأخيرة لأنه عادة ما تكون النسخة التجريبية الأخيرة يكون فيها حرف A في الأخير سنتكلم عن موعد نزول هذه النسخة رسمية للجميع لاحقا في الفيديو أيضا عندنا هنا تحديد جديد على مستوى الموظم وهو 1.32.02 وهذا طبعا من أجل إصلاح مشاكل الواي فاي أو الإنترنت إذا أحدكم عنده هذه المشاكل بالنسبة للمميزات والتغييرات الجديدة في هذه النسخة بالضبط سأذكر لكم أهمها الأول هو بالنسبة للإخوة الذين عندهم الآيفون 13 برو أو برو ماكس بالنسبة لخاصية الماكرو فأبل لازالت تقوم بتطويرها من داخل الإعدادات طريقة التعامل معها لو نذهب على الإعدادات ثم نذهب على كاميرا من هنا ثم ننزل في الأسفل الآن قد تم تغيير اسمها من هنا كما تشاهدون في السابق كان اسمها أوتو ماكرو الآن اسمها ماكرو كونترول وإذا كنتم تتابعون القناة وشاهدتم مراجعة النسخة التجريبية السابقة للنسخة التجريبية الثانية فقد أخبرتكم أنه تم إضافة أيضا هذه الخاصية داخل هنا داخل بريزيرف سيتينكس كما تشاهدون هي من هنا ماكرو كونترول أيضا تم تغيير اسمها وتوضيحها بشكل أفضل وكما قلت لكم لو قمت بتفعيلها لما تستخدم الكاميرا وتستخدم خاصية الماكرو لتصوير الأشياء القريبة على سبيل المثال إذا أردنا تصوير من هنا كما تشاهدون ستظهر لنا هذه الوردة السفراء من هنا في الأسفل والتي من خلالها يمكننا تفعيل أو إزالة تفعيل خاصية الماكرو على هذا الشيء أيضا في النسخة السابقة بيتا 2 شاركت معكم الزر الجديد الذي قامت أبل بإضافته داخل تطبيق Find My وهو زر سيظهر لكم هنا في جانب الصورة وهو زر من أجل البحث عن الأجهزة بجوارك إذا فيه أي جهاز يتم تتبعك بواسطة شيء على سبيل المثال أحد ما وضع جهاز AirTalks لكي يتتبع مكانك أبل قامت بإضافة ذلك الزر الذي يمكنك أن تضغط عليه وتبحث وسيبحث على الآيفون ويخبرك إذا هناك جهاز بجانبك أبل قامت بإزالة ذلك الزر من الجديد لا أعلم إذا تقوم بتجربته من أجل تنزله في النسخة الرسمية لكن أتمنى أن تقوم بإرجاع ذلك الزر لأنه مفيد جدا بدغطة زر واحدة يمكنك أن تعرف إذا هناك أي جهاز بجانبك يتتبع مكانك أيضا تم إضافة خاصية مهمة جدا داخل هذا التحديد وهي الآن إذا عندك بطارية غير أصلية في آيفونك لو تدخل على الإعدادات وتدخل مكان البطارية كما تشاهدون مكان عمر البطارية سوف يعطيك على هذا الشكل سيقول لك على أن الآيفون لم يتعرف على تلك القطعة أو على تلك البطارية لأنها ليست من شركة أبل سيدهر لك هنا علامة على هذا الشكل وهذه في نظر خاصية مهمة جدا سوف تفيد أي واحد أراد أن يشتري آيفون جديد أن يعرف إذا به بطارية أصلية أو تم تغييره بالنسبة للخاصية الجديدة على آيباد واس 15.2 بيتا 3 وهي الآن لو تذهب على الإعدادات ثم تذهب على جنرال أو عام ثم تذهب من هنا على جسترز هذه الخاصية الجديدة من هنا الآن أبل تعطيك ميزة أن تستخدم أسبوعك مكان قلم أبل لأنه في بعض الخاصية في الآيباد لا يمكنك تفعيلها من دون قلم أبل على سبيل المثال أن تقوم بأخذ سكرينشوت للشاشة كما تشاهدون الآن سوف أقوم بأخذها فقط بأسبوعي هذه الحركة لا يمكن القيام بها من قبل إلا عن طريق قلم أبل لكن الآن لو قمت بتفعيل هذه الخاصية من الإعدادات فيمكنك أن تستخدم أسبوعك مكان القلم وأيضا من أجل جلب الملاحظة السريعة في آيواز 15 كما تشاهدون فقط بأسبوعي يمكنك أن تجلب الملاحظة السريعة وتقوموا بالكتابة من خلالها بخصوص إصلاح المشاكل أبل من خلال صفحتها لم تخبرنا بأنها أصلحت أي مشاكل في هذه النسخة هذا لا يعني على أنه لم يتم إصلاح بعض المشاكل لكن أبل لم تخبرنا بأي شيء لذلك نحتاج بعد الوقت لمعرفة حال هذا التحديد لكن أبل أخبرتنا على أنه فيه بعض المشاكل ومنها المشاكل التي أخبرتكم بها في النسخة الماضية وعلى سبيل المثال لما تستخدم تطبيق الموسيقى الخاص بأبل إذا كنت تستمع للموسيقى بدون تحميل الأغاني من هنا يعني تستمع إليها مباشرة عبر الإنترنت من خلال تطبيق أبل فهذا يؤدي إلى استخدام المعالج بطريقة كبيرة جدا وهذا يؤدي إلى سخونة الآيفون هذه مشكلة في هذه النسخة اعترفت بها أبل إلى جانب بعض المشاكل الأخرى لكن عامة جميع تلك المشاكل المتوفرة حاليا في هذا التحديد فهي غير مزعجة يعني لتقريبا 95 أو 99 من مستخدماء الآيفون التحديد عامة مستقر وأظن أنه أفضل من 15.1 وبخصوص من يتساءل متى سينزل هذا التحديد رسميا للجميع لو نذهب من هنا أبل حاليا تقوم بتنزيل نسخة تجريبية كل أسبوع كما قلت لكم رقم بناء هذا التحديد ينتهي بحرف B يعني باقية نسخة تجريبية واحدة أو 2 على الأكثر من أجل أن تنزل النسخة الرسمية لذلك ممكن الأسبوع الماجي يعني يوم 23 أو يوم 22 في الأسبوع الجاي تنزل نسخة RC وفي نهاية الشهر أو في بداية الشهر القادم تنزل النسخة الرسمية للجميع إذا أبل ستنزل نسختين تجريبيتين قبل ما تنزل النسخة الرسمية يعني ستنزل بيتا 4 في الأسبوع القادم وفي الأسبوع الأخير من هذا الشهر أو بداية الشهر القادم ستنزل نسخة RC ومن ثم ستنزل النسخة الرسمية في الأسبوع الثاني في شهر دوجنبر إن شاء الله بالنسبة لمن يريد التحديد لهذه النسخة يمكنك أن تتابع نفس الطريقة المشروحة في هذا الفيديو الذي يضار أمامكم الآن شكرا لكم على الحب والمتابعة لا تنسى اللايك والاشتراك معنا ليصلك كل جديد في عالم الآيفون أول بأول نلتقي خدا في فيديو جديد سلام